السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة الخامسة ابتدائي ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم الأستاذ يسمين وكالعادة إن شاء الله رانا نشوفه في تقويم تشخيصي لجميع المواد الأساسية وشنو معتل تقويم تشخيصي؟ هو قلنا عبارة عن موضوع عادي الأستاذ يمتحن فيه التلميذ عن المستوى تعول القسم ككل مفهوم؟ إذن اليوم نشوفه تقويم تشخيصي في مادة الرياضية لكن بالنسبة مثلا سنة خمسة وشحة تحلهم يتحلهم تمارين ولا دروس قروها في السنة الفارضة اللي هي في الرابعة ابتدائي إذن يلا نشوفه هالتقويم التشخيصي وكيفاش لازم الحل التاعي يكون باش ندو العلامة الكاملة إن شاء الله نبدأ بالتمانين الأول عليه نقطة ونصف أكتب الأعداد التالية بالحروف إذن عندي أربعون ألفا وستة وتلاتون تمانون ألفا ومئة وتلاتون اثنان وثلاثون ألفا إذن هذه شفناها في سنة طبعة يلا التمانين اللي بعده حول الأوزان التالية إلى القرام مفهوم إذن أعطاني مثلا اثنين كيلو جرام وثلاثون ديكا جرام كيف أن أحولها القرام خمسة هيكتو جرام واثنين وعشرين جرام كيف أحولها القرام وفي الأخير خمسون ديكا جرام كيف أحولها للقرام التمانين الثالث هو عبر عن مسألة بسيطة تمتلك سعاد مبلغ مئة وخمسة ودسعون دينار صرفت سعاد في اليوم الأول تلاتة وتمانون دينار وصرفت في اليوم التالي ستة وخمسون دينار كم صرفت سعاد في اليومين سهلة جدا ما هو المبلغ الذي باقيه واش قلنا كلمة باقيه الناقص عندها إذن العمليات واعطوني الأجوبة التمانين الرابع هو عبارة عن هندس يقولي أرسم المستقيم أ ثم عين بجانبه نقطة النقطة وين حبيت نحطها أرسم المستقيم الذي يشمل به ويعامد أ يشمل مع تهي جوز عليها يعامد مع تهي ديره في الزوج زاوية قائمة ماذا شكل تقاطع المستقيمين؟ ننتقل إلى الوضعية الإدماجية اللي تقول يمثل مخطط التالي كمية الأمطار المتساقطة في الجزائر خلال السنة نفهم؟ إذن يلا عندنا لهنا كمية الأمطار بالميليمتر ولا هنا السنة تعنا ولا يعني وش فيها فيها الأشهر من سبتم حتى الأوت يلا ما هو الشهر الأكثر مطارا؟ لكن نرح نشوف الشهر اللي صبت فيه كامل نشتاء بزاف وما كمية الأمطار المتساقطة فيه؟ معنى شكل هو الشهر وش حالت سقطت فيه الأمطار؟ ما هو الشهر الأقل مطارا؟ شكل هو الشهر اللي ما صبتش فيه كثير؟ وأخيرا ما هي الأشهر التي تقلوا كمية أمطار ومعنى عشرين ميلي لتر؟ معنى تحت العشرين ميلي لتر ما هي الأشهر؟ إذن يلا أبنائي نبدأ والتصحيح على بركة الله إذن يلا أبنائي نبدأ بالتمرين الأول وعلمت لكم في الكثير من الفيديوهات السابقة أحسن طريقة باش نكتب الأعداد بالحروف وما نغلطش إذن يلا نبدأ من اليمين إلى اليسار هذا وش نسميه؟ طبعا هذا الأحد إذن نكتب فوقه أحد يعني آه ما فهم معده أحد اللي بعده هو العشرات نكتب عه اللي بعده هو المئة أما العدد اللي يبقى لكم ولا الرقم اللي يبقى لكم نحوط عليه ونكتبه فوقه ألفا إذن كيف أجدوك خلاص هذي؟ باش نسهل علي الخدمة إذن دوما وش نقول لكم؟ نقول لكم هذك اللي خليته في حيز كتبه عادي مثلا هذي وشنو أربعين؟ نكتب أربعون ونزيد لها وش كين فوقها ألفا؟ ونكملوا عادي هذا الرقم وش نقراوه؟ وستة وثلاثون ما فهم؟ وستة وثلاثون تصبح أربعون ألفا وستة وثلاثون نعود وحده خلال باش نفهمه؟ إذن هذا نكتب فوقه أحد عشرات مئات الرقم اللي يبقى لسواء عدد واحد اثنين ما فهم؟ ثلاثة نحطها في حيز ونكتب فوقها ألفا ونبدأ بيها إذن وشنو هذي؟ ثمانين نكتب ثمانون ألفا ونكمل وش بقاتلي؟ هذي اللي بقاتلي وشنو هي؟ مية وثلاثون ولا ماء وثلاثون نفس الشي هيا أحد عشرة مئات وهذي ألفا إذن اثناني وثلاثون ألفا من قرش وصفر خلاص هذي مكان له نفهم؟ إذن هذي كانت أحسن طريقة باش نكتب بالحروف يلا بالنسبة إلى التحويل دوما التلميذ لازم يكون حافظ الجداول وتعوية كل التحويلات الأطوال، السيعة، الكوتل إلى غير ذلك يلا مثلا نبدأ عندي ميليجرام، سنتيجرام، ديسيجرام، جرام، ديكا جرام، هيكتو جرام وكيلو جرام يلا دوما أبنائي نقول لكم العدد هذا يتحط في الوحدة إذن 2 نحطها في الكيلوغرام، هاي ثانين حطيتها في الكيلوغرام نتنسو الصيفر هذي 30 ديكا جرام، قلنا دوما من الأحد، وين نحطو، وين؟ في الوحدة إذن يلا هذا صيفر، وين نحطوه؟ هذه الديكا جرام نحط فيها الصيفر، وش جا قبل الصيفر؟ جا ثلاثة، إذن نكتب ثلاثة نفهم؟ أنا قالي حوليها وشنو؟ للجرام إذن نكمل هذي الأصفر حتى القرام، وهذي نكملها الأصفر حتى القرام، وأجمع إذن 0.00.0.0.3.2.2 مع تولتي 1300 يلا نخده بالنسبة لهذه خمسة هيكتو جرام وراء وهيكتو جرام هو هنا إذن نكتب خمسة 22 جرام وراء هي نبدأ التنين هي اللي نضعها في القرام إذا هاي القرام نضع تنين وقبل له وشكين تنين وأجمعه مش هاته تنين 522 بالنسبة الأخيرة السفر هو اللي نضعه في الديسي جرام هذا الديسي جرام حذالي إذن هاو الديسي جرام نضع فيه صفر وقبل صفر وشكين كان خمسة إذن نكتب قبلها خمسة نحولها للقرام إذن يلا نشوفه في القرام مش تعطيني عندي غير خمسة إذن نكتب غير خمسة فهم؟ يلا قلنا تمتلك سعاد مبلغ 195 دينار في اليوم الأول صرفت 83 وفي اليوم الثاني 56 شحش صرفت في اليومين إذن أجمع ثلاثة وثمانون زائد ستة وخمسون ثلاثة وستة هي تسعة ثمانية زائد خمسة تلاتة عشر إذن صرفت سعاد في يومين 139 دينارا ومنساش العملية الأفقية لأنه عليها علامه ما هو المبلغ الذي بقي لها وش قلنا بقيه؟ دوما ندير الناقص إذن يلا نديرش حال كان عندها 195 صرفت في يومين 139 ونشوفش حال عندي خمسة ناقص تسعة ما نقدروش نسلفو ونهبطو إذن تصبح خمسة عشر ناقص تسعة ندير تسعة في مخي ونطلح حتى الخمسة يلا معي ابنائي تسعة عشرة حداش تناش تلتاشر بعداش خمسة إذا نزلت لها ستة أكتب ستة تسعة ناقص أربعة ندير ربعة في مخي ونطلح حتى تسعة أجد أني أضفت خمسة واحد ناقص واحد صفر إذن بقي يلا دي سعاج حال ستة وخمسون دينار ومنساش العملية الأفقية يلا أرسم مستقيم آ ثم عين بجانبه النقطة بي إذن ها هو المستقيم آ ونعين النقطة بي ما فهم؟ أرسم مثلا تلميدي عين هنا تلميدي هنا تلميدي هنا تلميدي هنا تلميدي هنا ما يهمش أرسم مستقيم يشمو البي ويعامد آ يلا أنا نعطيكم مثلا بالمسترة كيف يشمون معتها يمر على البي ويعامد آ وشنو معتها يعمد لازم يشكلو في الزوج وشنو؟ زاوية قائمة ما فهم معتها ما نحكموهش هكذا نتبعو هاد الخط مع الآ ما فهم؟ تبعوني مثلا الخط على العشرة اللي ما عندوش مثلا الكوس إذن الخط هذا يجي مع العشرة ونرسم المستقيم التاعي ما فهم؟ يمر وشنو على البي إذن ماذا شكلتها قاطع المستقيمين؟ شكل لي أربع زاوية قائمة ما فهم؟ لازم نكتب لي شحل عندي منها الزاوية القائمة إذن وأخيرا الوضعية الإدماجية البسيطة جدا نتقول لي ما هو الشهر الأكثر مطاراً؟ نبدأ أبنائي يلا نشوفوا العالي جعل لهنا فيهم هو هذا إذن شكل هو؟ هو شهر مارس شحل تسقطت فيه كمية الأمطار؟ 60 إذن الشهر الأكثر مطاراً هو مارس تسقطت فيه 60 مليليتر ما فهم؟ مليلي متر إذن ما هو الشهر الأقل مطاراً؟ شكل هو الصغير لهنا؟ هو هذا أوت معروفة بلي تكونش صيف ما كاش أمطار كثيرة إذن الشهر الأقل مطاراً هو أوت ما قال ليش حصبت فيه إذن ما أطلش ما هو ولا عفوا ما هي الأشهر التي تقل فيها عن 20 إذن هاي العشرين وش نروح ندير؟ نحط المستهرة التاعي هكذا ونشوف شكون قاعدة جو تحتها إذن عندي سبتمبر عندي أكتوبر عندي ماي جوان جوي وتهدو كلها وش بهم؟ تسقطت فيهم الأمطار أقل من 20 ملي متر مفهم أبنائي؟ إذن هذا كان بالنسبة لتقويم الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي وإذا عندكم أي سؤال لا إستفسر خلولي فالتعليقات أجيبوا عليه في أقرب وقت ممكن وكما أقولكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله موسيقى